السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتو طيبين لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على سابس غريب او اشتراك في القناة واتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ولو محتاجين حاجات جديدة اكتبوهانا تحت في الكومنتات واحنا هنعمل عنها بزيوهات غريب ان شاء الله ان شاء الله هنعمل مع بعض الغريبة وغريبة بالسمنة البلدي حاجة كده واهم حاجة جميلة جدا المقادير بتاعتها عبارة عن اربع كبيات دقيق وعندي كباية سكر بودر وعندي كبايتين سمنة بلدي الا معلقتين يعني كباية كاملة والكباية التانية بشيل منها معلقتين ابدأ ان انا اربع السمنة بتحتي عملها سواء بايداية او بالمعلقة او بالمضرب الكهرباء وحنزل عليها بالسكر البودر طبعا السمنة بتاعتي متكونش يعني مجمدة في التلاجة لأ بتبقى بردة يا دوب حاجة بسيطة بس كده عشان المقدار يبقى مظبوط مش متلجة ومش سايحة بتبقى يا دوب زي ما انتو شايفينها كده فيها الشمخ بتاعها ابدأ ان انا اربع السمنة مع السكر افضل ان انا اربع فيها او اضرب فيها لغاية ما لونها يفتح معايا كده خلي بالكم الغريبة لها تكات كده لازم لون زي ما احنا شايفين اللون يبقى فاتح معايا زي الخاليط بتاع الكيك وافتح كمان ابدأ ان انا احط الدقيق شوية شوية احط نصه واقلب وبعد كده احط النص التاني زي ما احنا شايفين انا كده خلاص مش هستخدم المضرب الكهرباء ابدأ ان انا اقلب بي المعلقة ادخل الدقيق في السمنة والسكر زي ما احنا شايفين كده بعد كده بقى ااخد النص التاني علشان استخدم ايدي المقدار مظبوط جدا 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 زي ما احنا شايفين وطبعا اقولك ملحوظة بقولهالك في كل الحلويات حسب نوع الدقيق اللي عندك ممكن تحتاجي معلقة دقيق معلقتين دقيق مفيش مشكلة لكن هو المقدار مش هتحتاجي فيه اي حاجة كتيرة هتبقى حاجة بسيطة جدا وترجع لنوع الدقيق اللي هتشتريه ابدأ بقى ان انا اقلم العجينة بتاعتي بستقلمها سريعا لان الجو بدأ يحرر قبل السمنة ما تفصل من الدقيق تاني يعني ايه تفصل يعني تسيح اكتر تاني لان الجو بدأ يبقى حار برضو ملحوظة ياريت وانت بتعجيني او بتعملي الغريبة يكون جنبك مروحك ويكون جنبك حاجة يعني اعمليها في جو بارد وبعد ما لميت العجينة بتاعتي زي ما احنا شايفين العجينة المقدار مزبوط جدا 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 اهو هبدأ ان انا اغطيها واسبها في التلاجة تريح من نص ساعة لساعة وبعد ما ريحت زي ما احنا شايفين هاخد جزء من العجينة اللي انا حبدأ به وبقيت العجينة احطها في كيس من بتاع الخزينة عندي او بتاع اللبن او اي كيس او زي ما هي في البولة بتاعتي وبرضي اغطيها وارجحها التلاجة تاني خلي بالكم علشان السمنة ما تفصلش من العجين تقوم العجينة تسيح في ادية معرفش اتحكم فيها انا هنا هحطها في كيس كيس بلاستيك من الاكياس بتاع الخزين وادخلها التلاجة اهو زي ما احنا شايفين كده اهو هربطها وادخلها التلاجة لازم احتفظ بدرجة البرودة بتاعتها اهو ودي العجينة اللي انا هشتغل فيها ابدأ بقى اقطع العجينة بتاعتي زي ما انت عاوز اشكليها زي ما انت عاوز انا هنا عندي حتة عجينة اعملها تلات كور كده لوحدها على جانب وابدأ ان انا احضر الساق بتاعي اللي هشتغل فيه هنا بقى العجينة بتاعتي انا عندي فوزدو او عندك اه شوكولاتة فرماسيلة عندك ملبس زي ما انت عاوز انا هنا لفتها على نظام القلب زي ما احنا شايفين وده الفوزدو هاخد اقسم الفوزدو اتنين بيها البوزة بتاعة القلب او البوزة بتاعة الدايرة وكمان هنستخدم بعد شوية المصفى اللي بنعمل بيها بنحمر بيها الزي البطاطس او الفراخ او حاجة زي كده برضو حاجة جديدة وجميلة اوي مش هتغلبنا زي ما احنا شايفين اهي بصوا العجينة في ايديا سليسة وجميلة جدا 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 اهي ابدأ بقى ان انا ارصها في الساق بس انا بوريكم الشكل قدامكم زي ما انتو شايفين اهي عايزة تعمليها على قلب على بطن ايديك عايزة تعمليها على الرخامة طول ما المقدار مزبوط العجينة هتبقى معاك مزبوطة جدا شكليها على حسب راحتك او على حسب الشكل اللي انت عاوزها اهي حلوة جدا طبعا السامنة البلد مش هقلكوا ريحتها عاملة ازاي حلوة اوي 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 اجيب بقى هنا المصفة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده مش لازم يبقى الشكل عندي تقليدي او الشكل عندي دايرة او الشكل عندي قلبي بس لا اشكل فيها المصفة دي بتديني اشكال حلوة اوي اوي اهي اعمل كورة كده واجي هنا بقى هستخدم كل مكان في المصفة انا كده هستخدم المكان اللي فوق هيديني شكل والمكان اللي في الجنب هيديني شكل تاني اهي بصوا جميلة جدا شكلها حلو جدا وشكلها راقي اوي 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 بصوا وخلي بالكم ان الطابع دا او الخطوط دي ما بتروحش فيه الخبيز ابدا تفضل زي ما هي محتفظة بشكلها اهي ابدأ تاني برضو اعملها فوق تاني جميلة اوي اوي اهي تاني برضو اهي قدامكو اهي وارس في الصاج بتاعي او في الصانية بتاعتي هجي بقى هنا هاخد من الجنب الجنب كمان هيديني شكل اجمل من اللي فوق الجنب انا بحب جدا الشغل في المصفة من الجنب بالطريقة دي بتديني شكل حلو اوي 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 زي المضلعة كده هتشوفو دلوقتي بصو اعمل ازاي بصو اعمل ازاي جميل اوي الشكل ده انا بحبه جدا زي البيتيفور اللي احنا بنعمله بالمكانة بصو اعمل ازاي بصو جماله ورقته حلو واوي اوي عندنا كل حاجة في المطبخ نقدر ان احنا نستخدمها وهتدينا شكل حلو واوي وفي نفس الوقت حاجات اقتصادية عندنا وافكار في المطبخ عندنا ارجع تاني اهو اعمل القلب بتاعي دهوت اهو اعمله تاني علشان العرائس الصغيرة والبنانيت الصغيرة زي ما احنا شايفين كده اهو عايزة بقى تحطي في النص ملبس عايزة تعمله حفرة صغنانة عايزة زي ما انتش عاوزة اهي علشان لا اشيل ولا احط ابطتها كده في قلب الصانية او قطحها في قلب الصانية بتاعتي اعمل الصانية ديت وبرده ااجي اعمل شكل تاني اهو خلصت الصانية دي اهيت اخش بقى على بقية العجينة على الصانية الاصغر سنة اهو برضو دي حلو واوي اوي اهي انا بقى برضو هقطع دي في الصانية خدوا بالكم هقطعها برضو في الصانية وهستخدم المصفى من الجنب والعجينة بتاعتي او قطعة الدايرة بتاعتي بتاعتي او الغريباية بتاعتي في الصانية بتديني شغل من الجنب والجنب التاني فاضي بتدي منظر برضو او شكل حلو واوي اوي اهو زي ما احنا شايفين كده اهو أستخدم المصفى وهي في الصينية علشان هيخد بتديني نص ونص جميلة 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 شيك قوي قوي المصفى دي شيك قوي بتدي شكل حلو قوي قوي أبدأ إن أنا أخبز العجينة بتاعتي أو الغريبة بتاعتي على درجة حرارة 160 بتاخد عندي في الفرن من ربع ساعة لتلت ساعة لازم الغريبة بتاعتك تطلع بيضة ما تخليهاش تطلع مسفرة أو لون الذهبي قوي لأ الغريبة لازم تطلع اللون الأبيض من فوق ومن تحت هنسيبها ترتاح خالص وبألف هنا وشفا سلام عليكم